تواصل مصر وجهدها لإدخال شاحنات المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري والذي استقبل اليوم 37 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والإغاثية وأربع شاحنات للوقود عبرت باتجاه منفذ كارما بوسال يأتي ذلك في الوقت الذي تعرق لقوة الاحتلال دخول الشاحنات إلى قطاع غزة عبر تقليص عددها المزيد من التفاصيل يطلعنا عليه الزميل رامي محمد مرسل التلفزيون المصرية بعد تحية في هذه المتبعة لمشهد تدعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة نرصد عدد من الزوايا داخل هذا المشهد الزوايا الأولى المتعلقة بالمساعدات الإنسانية من أمام معبر رفح البري حيث استقبل 37 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية والغذائية والطبية وأربع شاحنات محملة بالمشتقات البترولية وتحديدا من مواد الغاز أما إذا تحدثنا عن الزاوية الأخرى الأكثر ألما وقصوى وهي المتعلقة باستمرار العمليات العسكرية منذ الصباح ونحن نستمع إلى دو انفجارات في أماكن متفرقة من جنوب القطاع وتحديدا من أماكن قريبة من موقع هذا أما إذا تحدثنا عن الرؤية رأينا منذ صباح اليوم أعمدة الدخان تتصاعد من أماكن أيضا متفرقة من جنوب قطاع غزة وإذا تحدثنا عن الزاوية الأخرى التي لا تقل ألم وقصوى عن باقي هذه الزاوية المتعلقة بمشهد المساعدات الإنسانية والكارثة الإنسانية داخل قطاع غزة نتحدث عن تحذيرات أممية وتقارير دولية وإنسانية من زيادة أوامر الإخلاء في أماكن متفرقة من القطاع ونتحدث أيضا عن تقليص للمساحات الآمنة وهذا الشهر تحديدا وفقا لعدد من التقارير الأممية ثادر أكثر من 16 أمر إخلاء في أماكن متفرقة حتى البنايات والمباني الخاصة بالمؤسسات الإنسانية وأيضا التابعة للأمم المتحدة لم تسلم من هذه أوامر الإخلاء هذا هو المشهد بكافة الزاوية وعودة إليكم